كمامة فريدة من نوعها من إنتاج شركة فرنسية تتميز هذه الكمامة عن غيرها من الأقنع الواقية من فيروس كورونا بأنها مصنوعة من شتلة القنب وقابلة للتحلل والتسميد تم بيع حوالي 1.4 مليون قطعة منها حتى هذه إثناء قالت مديرة مصنع جيوشانفر في ليزين ستيفاني كوفني إن للقنب خصائص تغني عن إضافة منتجات أخرى إلى الكمامة كالغيراء أو المواد الرابطة وشرحت في حديث لوكلة فرنس بريس أن خصائصها تتيح حصول التنقية والتهوئة من دون استخدام أي مواد إضافية وقد طورت هذه الشركة الناشئة المتخصصة في التنمية المستدامة وصناعة لبادات نباتية فكرة إنتاج هذه الكمامة من القنب في الرابع الماضي علما أن نبتة القنب التي تنتج أزهارها الحشيشة تستخدم أليفها على نطاق واسع في صناعة للملابس والبادات وتحققت سلطة الفرنسية من مطابقة الكمامة للمعايير المطلوبة وأفادت بالفعل بأن نسبة تنقيتها الهواء الخارجي 89% وقال المدير التجاري في جيوشانفر جيرالد بايت إن الشركة تصنع خمسة ألاف كمامة في اليوم وأوضح أنها الكمامة الواحدة القابلة للتسميت في فرنسا وأوروبا مشيرا إلى وجود زبائن من بلجيكا وسويسرا وإيطاليا